السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع الدرس السابع من الوحدة الخامسة استعمال نواتج القسمة الجزئية لقسمة الأعداد الكبيرة الجزء الثاني أهداف الدرس قسمة أعداد كبيرة باستعمال نواتج القسمة الجزئية ومفاهيم القيمة المنزلية نتابع الدرس والجزء الثاني منه تذكر عزيزي الطالب السؤال الأساس والإجابة عنه كيف يمكنك استعمال نواتج القسمة الجزئية لقسمة الأعداد الكبيرة؟ يمكنك استعمال أي ناتج قسمة جزئي مادام ناتج ضرب المقسوم عليه في ناتج القسمة الجزئي أصغر من الجزء الباقي من المقسوم وتواصل القسمة إلى أن يصبح الباقي أصغر من المقسوم عليه مثال آخر في الصفحة المائتين والثالثة والسبعين في الكتاب المدرسي أوجد ناتج 1968 تقسيم 6 يمكن أن تستعمل الضربة والتقدير والقيمة المنزلية في حل مسائل قسمة تتضمن أعدادا كبيرة وسوف نستخدم في الحل نموذج المساحة ونكتب نواتج القسمة الجزئية خطوة بخطوة كم ستة في 1968؟ قدر لمعرفة الناتج جرب 300 واكتبها في القسمة المطولة كأول ناتج جزئي وعلى نموذج المساحة أعلى الجزء الأول ثم اضرب 300 في 6 يساوي 1800 اكتبها تحت 1968 في كل من القسمة المطولة والنموذج ثم اطرح فيبقى 168 اكتب 168 في النموذج داخل الجزء الثاني وذلك لإيجاد ناتج القسمة الجزئية الثاني كم ستة في 168؟ أحسنت تقريبا 20 اكتبها في القسمة المطولة كثاني ناتج جزئي وعلى نموذج المساحة أعلى الجزء الثاني ثم اضرب 20 في 6 يساوي 120 اكتبها تحت 168 في كل من القسمة المطولة والنموذج ثم اطرح فيبقى 48 اكتب 48 في النموذج داخل الجزء الثالث وذلك لإيجاد ناتج القسمة الجزئية الثالث كم ستة في 48؟ أحسنت ثمانية اكتبها في القسمة المطولة كثالث ناتج جزئي وعلى نموذج المساحة أعلى الجزء الثالث ثم اضرب 8 في 6 يساوي 48 اكتبها تحت 48 في كل من القسمة المطولة والنموذج ثم اطرح فيبقى 0 والصفر أقل من المقصوم عليه 6 إذن انتهت القسمة اجمع نواتج القسمة الجزئية 300 زائد 20 زائد 8 يساوي 328 إذن 1968 تقسيم 6 يساوي 328 والآن تدرب المستقل في الصفحة المائتين والثالثة والسبعين في الكتاب المدرسي في التمارين من الرابع إلى السابع استعمل النواتج الجزئية لتقسم والآن أوقف الفيديو وحل التمارين ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل لنرى الآن الإجابات الصحيحة للتمارين والتي لا بد أنك توصلت إليها التمرين الرابع 153 تقسيم 9 كم تسعة في مائة وثلاثة وخمسين قدر لمعرفة الناتج جرب عشرة كأول ناتج جزئي ثم اضرب عشرة في تسعة يساوي تسعون اطرح فيبقى ثلاثة وستون ثلاثة وستون كم تسعة فيها؟ أحسن سبعة اكتب سبعة كثاني ناتج جزئي ثم اضرب سبعة في تسعة يساوي ثلاثة وستون اطرح فيبقى صفر إذن انتهت القسمة اجمع نواتج القسمة الجزئية عشرة زائد سبعة يساوي سبعة عشر التمرين الخامس 450 تقسيم ثمانية كم ثمانية في 450؟ قدر لمعرفة الناتج جرب خمسين كأول ناتج جزئي ثم اضرب خمسون في ثمانية يساوي أربعمائة اطرح فيبقى خمسون خمسون كم ثمانية فيها؟ أحسنت ستة اكتب ستة كثاني ناتج جزئي ثم اضرب ستة في ثمانية يساوي ثمانية واربعون اطرح فيبقى اثنان والاثنان أقل من المقسوم عليه ثمانية إذن انتهت القسمة اجمع نواتج القسمة الجزئية خمسون زائد ستة يساوي ستة وخمسون والباقي اثنان التمرين السادس الفان وثمانمائة وستة وعشرون تقسيم ثلاثة كم ثلاثة في الفين وثمانمائة وستة وعشرين؟ قدر لمعرفة الناتج جرب تسعمائة كأول ناتج جزئي ثم اضرب تسعمائة في ثلاثة يساوي الفان وسبعمائة اطرح فيبقى مائة وستة وعشرون مائة وستة وعشرون كم ثلاثة فيها؟ احسنت تقريباً أربعون اكتب أربعين كثاني ناتج جزئي ثم اضرب أربعين في ثلاثة يساوي مائة وعشرون اطرح فيبقى ستة ستة كم ثلاثة فيها؟ احسنت اثنتان اكتب اثنين كثالث ناتج جزئي ثم اضرب اثنين في ثلاثة يساوي ستة اطرح فيبقى صفر اذا انتهت القسمة اجمع نواتج القسمة الجزئية تسعمائة زائد أربعون زائد اثنان يساوي تسعمائة واثنان وأربعون التمرين السابع تسعة آلاف واربعمائة وثمانية وعشرون تقسيم سبعة كم سبعة في تسعة آلاف واربعمائة وثمانية وعشرين قدر لمعرفة ناتج جرب ألفا كأول ناتج جزئي ثم اضرب ألفا في سبعة يساوي سبعة آلاف اطرح فيبقى ألفان واربعمائة وثمانية وعشرون ألفان واربعمائة وثمانية وعشرون كم سبعة فيها؟ احسنت تقريبا ثلاثمائة اكتب 300 كثاني ناتج جزئي ثم اضرب 300 في 7 يساوي 2100 اطرح فيبقى 328 328 كم سبعة فيها؟ أحسن تقريباً 40 اكتب 40 كثالث ناتج جزئي ثم اضرب 40 في 7 يساوي 280 اطرح فيبقى 48 48 كم سبعة فيها؟ أحسنت تقريباً 6 اكتب 6 كرابع ناتج جزئي ثم اضرب 6 في 7 يساوي 42 اطرح فيبقى 6 وال6 أقل من المقسوم عليه 7 إذن انتهت القسمة اجمع نواتج القسمة الجزئية 1000 زائد 300 زائد 40 زائد 6 يساوي 1346 والباقي 6 وصلنا الآن إلى ممارسات الرياضيات وحل المسائل في الصفحة المائتين والرابعة والسبعين في الكتاب المدرسي والتمرينان الثاني عشر والثالث عشر والآن أوقف الفيديو وحل التمارين ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل لنناقش الآن حل التمرينين التمرين الثاني عشر تطوع طلاب ثلاثة شعب من الصف الرابع لتنظيف البيئة البرية وقد جمعوا 1281 كيلو جراماً من المخلفات إذا جمعت الشعب الثلاثة الكمية نفسها من المخلفات فكم كيلو جراماً جمعت كل شعبة ما عدد الشعب التي شاركت في تنظيف البيئة البرية أحسنت ثلاث شعب ما كمية المخلفات التي جمعوها أحسنت 1281 كيلو جراماً ما المطلوب منك فعله أحسنت إيجاد كم كيلو جراماً جمعت كل شعبة ما المسألة التي ستحلها لإيجاد المطلوب أحسنت 1281 تقسيم ثلاثة سوف نستخدم في الحل نموذج المساحة كم ثلاثة في 1281 قدر لمعرفة الناتج جرب 400 واكتبها على نموذج المساحة أعلى الجزء الأول كأول ناتج جزئي ثم اضرب 400 في ثلاثة يساوي 1200 اكتبها تحت 1281 في النموذج ثم اطرح فيبقى 81 اكتب 81 على النموذج داخل الجزء الثاني وذلك لإيجاد ناتج القسمات الجزئي الثاني كم ثلاثة في 81 أحسنت تقريباً 20 اكتبها على نموذج المساحة أعلى الجزء الثاني كثاني ناتج جزئي ثم اضرب 20 في ثلاثة يساوي 60 اكتبها تحت 81 على النموذج ثم اطرح فيبقى 21 اكتب 21 على النموذج داخل الجزء الثالث وذلك لإيجاد ناتج القسمة الجزئي الثالث كم ثلاثة في 21 أحسنت 7 اكتبها على نموذج المساحة أعلى الجزء الثالث كثالث ناتج جزئي ثم اضرب 7 في ثلاثة يساوي 21 اكتبها تحت 21 على النموذج ثم اطرح فيبقى صفر والصفر أقل من المقسوم عليه ثلاثة اذا انتهت القسمة اجمع نواتج القسمة الجزئية 400 زائد 20 زائد 7 يساوي 427 اذا جمعت كل شعبة 427 كيلو جراماً التمرين الثالث عشر الرياضيات والعلوم تستهلك سيارة ناصر الكهربائية واحد كيلو واط ساعة من الكهرباء لتقطع مسافة أربعة كيلو مترات اذا كان ناصر يعيش على بعد 56 كيلو متراً من منزل جدته فإلى كم كيلو واط ساعة من الكهرباء يحتاج ليقود سيارته الكهربائية إلى منزل جدته ذهاباً وإياباً كم تستهلك سيارة ناصر الكهربائية من الكهربائي لتقطع مسافة أربعة كيلو مترات احسنت واحد كيلو واط ساعة من الكهرباء ما بعد بيت ناصر عن بيت جدته احسنت 56 كيلو متراً ما المطلوب منك فعله احسنت إيجاد كم كيلو واط ساعة من الكهرباء يحتاج ليقود سيارته الكهربائية إلى منزل جدته ذهاباً وإياباً كيف ستجد المطلوب منك في المسألة؟ احسنت نجد كم كيلو واط ساعة من الكهرباء يحتاج ليقود سيارته الكهربائية إلى منزل جدته ذهاباً وتكون هي نفسها إياباً ثم نجمعهما فيكون المطلوب ما المسألة التي ستحلها في كل من الذهاب والإياب؟ أحسنت 56 تقسيم أربعة سوف نستخدم في الحل نموذج المساحة كم أربعة في 56 قدر لمعرفة الناتج؟ جرب عشرة واكتبها على نموذج المساحة أعلى الجزء الأول كأول ناتج جزئي ثم اضرب عشرة في أربعة يساوي أربعون اكتبها تحت 56 في النموذج ثم اطرح فيبقى 16 اكتب 16 على النموذج داخل الجزء الثاني وذلك لإيجاد ناتج القسمة الجزئي الثاني كم أربعة في 16؟ أحسنت أربعة اكتبها على نموذج المساحة أعلى الجزء الثاني كثاني ناتج جزئي ثم اضرب أربعة في أربعة يساوي 16 اكتبها تحت 16 على النموذج ثم اطرح فيبقى صفر إذن انتهت القسمة اجمع نواتج القسمة الجزئية عشرة زائد أربعة يساوي أربعة عشر إذن يحتاج أربعة عشر كيلو وط ساعة ذهابا ومثلها إيابا وعليه أربعة عشر زائد أربعة عشر يساوي ثمانية وعشرين إذن يحتاج ثمانية وعشرين كيلو وط ذهابا وإيابا تقويم في الصفحة المائتين والرابعة والسبعين في الكتاب المدرسي والآن أوقف الفيديو وحل التقويم ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل نرى الآن حل التقويم التمرين السادس عشر اكتب الأعداد المناسبة في الخانات الفارغة لإكمال نموذج المساحة والجملة العددية المبينة أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون تقسيم سبعة كم سبعة في أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستين قدر لمعرفة الناتج جرب ستمائة واكتبها على النموذج في الفراغ أعلى الجزء الأول ثم اضرب ستمائة في سبعة يساوي أربعة آلاف ومئتان اكتبها في الفراغ تحت أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستين ثم اطرح فيبقى ثلاثمائة وسبعة وستون أكتبها في الفراغ في الأسفل كم سبعة في 367؟ أحسنت تقريباً 50 أكتبها على النموذج في الفراغ أعلى الجزء الثاني ثم أضرب 50 في 7 يساوي 350 أكتبها في الفراغ تحت 367 ثم أطرح فيبقى 17 أكتبها في الفراغ في الأسفل كم سبعة في 17؟ أحسنت تقريباً 2 أكتبها على النموذج في الفراغ أعلى الجزء الثالث ثم أضرب 2 في 7 يساوي 14 أكتبها في الفراغ تحت 17 ثم أطرح فيبقى 3 أكتبها في الفراغ في الأسفل اجمع نواتج القسمة الجزئية 600 زائد 50 زائد 2 يساوي 652 أكتبها في فراغ الناتج جانباً وبناء عليه أكمل الجملة العددية بكتابة 652 في الفراغ الأول والباقي 3 في الفراغ الثاني إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس على أمل اللقاء بكم في درس جديد بإذن الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته